فهذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون سلام عليكم ضبتم ضبتم فادخلوها خالدي وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقولين ضبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ظهر ظوائركم فادخلوا الجنة خالدي وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا ومن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يبشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضب ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم والعيان بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبثه ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرر على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبائر فيقول يا عب ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبائر مشفق من الكبائر يعلم نفسه ما نفعل فيقول يا عب ألم تفعل كذا يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك ضدو لأنه يقول لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لأنه طيب والله لأنه طيب جل جلاله لأنه طيب فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبائر الآن وقبل قليل كان خايف أن تفضح فيقول يا يا ربي يا ربي ما زال هناك لذنوب فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله لأنه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيدها فيأخذ كتابه أو بيمينه فيذهب لأهل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفوه لما يعرف لما عنده من الدعوة فيقول يوم اقرأوا كتابي اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل عمل يقربنا إلى ربك فاللهم يا رب يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عننا وأن يربع درجاتنا وأن يكفر لوالدي ويكون لمن قال آمين آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع